جديد النهاردة فيديو جديد عن الـ self-development هنقول كده وعن العلاقات الإنسانية يعني كتير قوي من ورجالة إزاي يكون شخص كريزمة إزاي يكون متحدث جيد إزاي عالج الخجل الناس في وريدي انتي بتكلمي كويس قدام الكاميرا ومش بتكسفي ويعني عايزين نتعلم نكون زيك فقولنا نعمل إيه قبل ما بتجيب في فيديو بليس تعملوا لايك للفيديو وستركوا بالقناة لو لسا ما اشتركتوش عشان اللايك بتاعكم مهم جدا خاطص الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشان إزاي نتعلم منك وزاي نكون متحدثين جاي دي ما نتكسفش لو نتكلم قدام مجموعة وزاي نكون لينا حضور وكريزمة أول حاجة عايزة أقول إن الكريزمة في ناس بتتولد عندها كريزمة في ناس بيبقوا talented بالموضوع صغرين جدا بتولدوا معهم كريزمة وفي ناس ممكن يكتسبوا الكريزمة وتبقى عندهم أقوى بيبقى جدا من الناس المولودة فيهم فموضوع الكريزمة دي مش حاجة تقلق خالص دي زي ما قلت قبل امتدي في فيديو بليس تعملوا لايك تشتركوا في القناة واتبعوني على الساشا الميديا بتاتي على الانستجرام وعلى الفيديو وكما تشتركوا في قناتي التانية المسؤولة عن العلاقات وعن تطوير الذات طيب انا بقى اقول لكم عن نفسي انا كراشا وعن موضوع كريزمة ده اولا انا شخص بتكسف جدا فوق ما تتخيلوا يعني انا في الحقيقة بتكسف على فكرة والدليل على كده اكيد في ناس فانز انا قبلتهم لما قبلتهم في مولز او قبلتهم فهم يجوهم يسلموا عليك كسفت جدا وما بقيتش على طبيعتي فممكن يكون لو هما مش فاملين ممكن يعتقدوا انا مغرورة شوية انا برد اقلم السؤال يعني ممكن حد يسألني سؤال ده ايه مكسوف او مش عايز اتكلم وعايز امشي بسرعة فانا بتكسف صراحة يعني في موضوع كسوف ده يعني مش شرط يعني لو حد بتكسف ما هيكون كريزمة مش حافية انا بتكسف بس خلاص انا بقيت بعرف اتكلم كويس number one الكسوف مش مش مشكلة بيزي تعاهل الجاية رقم اتنين عشان تكون شخص كاريزماتيك يزم تكون شخص محبوب او عندك شوية صفات كده سوف تقطع قوي لو زبطتها مع ناسك هتقدر تنجح مهمة قوي قوي يا جماعة ان انت تكون شخص متفائل بتدي طاقة ايجابية بتشعب ببز كده طاقة تبقى مبتسم يعني اكيد انت لم تلاقي حد عامل كده ومدايق هتبدأ عايز تتكلم معي او عايز تعرفه او عايز حاجة لا فدايما لما بقى شخص مبتسم تحسن في وجهه القبول حسن انت عايز تتكلم معي عايز تعرفه اكتر فحلوة قوي الابتسامة يعني انا بعتبر ان الابتسامة دي طريق دخول قلب ايحد في الكون ان شاء الله تعرفه او ما تعرفوش فان انت تكون مبتسم وتحافظ على ابتسامتك دي حاجة تخليك كاريزمة جدا 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 فوق ما تتخيله يبقى number one الابتسامة number two فقافة يعني حاجة حلوة ان انت تكون بتقرأ كتير عارف اخبار كتيرة لو قعدت مع ايحد تعرف تاخد وتدي في كلام معايا عندك data عندك معلومات غير ان انت تبقاها كده مسبهل مش فهم اي حاجة بتحصل حواليك ومش فهم اي يعني علاقتك بالكون علاقة سطحية جدا اكيد دي حاجة مش لطيفة اطلاقا فحلوة قوي ان انت تبقى شخص مثقف بتقرأ كتير عندك بتطلع على حاجات كتيرة جدا عندك عندك يعني زي تقل ثقافي كده تبقى شخص مثقف تعرف تتكلم مع ايحد ولما تيجي تتكلم معها تتكلم معها الثقة لان انت بتتكلم عن دراية وعن ثقة فهم جدا الثقافة والقراءة يعني دايما القراءة رسول عليه الصلاة والسلام اول امر جاله من ربنا سبحانه وتعالى قال له اقرأ فالقراءة دي حاجة اكيد حلوة جدا واكيد دلوقتي ممكن الناس بتحبش تقرأ كتب بس ممكن تتفرجوا على الحاجات المصورة او المسجلة اللي تتعلموا منها دي برضو بتبقى بازتف جدا جدا يا جماعة يبقى number one ان انت تكون مبتسم على طول رقم اتنين الثقافة والقراءة رقم ثلاثة ان انت تتحفظ على your look يبقى شكلك حلو دايما الشخص اللي شكله حلو او مهندم لابس حلو ريحته حلوة بتبقى دايما مبتسم كده بوشه تبقى ان انت عايز تعرفه ياكيد دي يعني الشخص ال attractive الجذاب اللي جسمه حلو وشكله حلو يبقى attractive اكتر بتبقى عايز تعرفه اكتر عايز تعرفه بفكر ازاي عايز تعرفه فدايما اتنب بشكلك بالlook بتاعك يبقى شكلك مهندم لابس كويس حاجة دي مهمة جدا جدا انه تخليك كاريزماتك وتخلي يعني ثقتك في نفسك كويسة فيه نقطة برضو مهمة نقطة رحتك رحتك دي وخاصة في الايام الصيف اللي احنا عايزين فيها دي مهمة نقطة مهمة جدا يعني اهتم انت تبقى رحتك حلوة عارف انت اي حد يعد كده يشمك يبقى مبسوط كده انه هو بيشمك يعني اما لما تبقى رحتك منثرة اكيد مش هتبقى كاريزماتك وتبقى الناس عايزة بسرعة 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 تبعد عنك جميعا سوريا في حد بيقول انت بتحكي كتير قوي جميعا بتكلم بسرعة عن ميدانا ايه في المصيبة السودة دي اه حاول اقول براحة قبل ما كامل بليس تعمله لايك لشان اللايك بتاعك هو هم جدا جدا لدعم القليل برضو من حاجات لخليك كاريزمات ان انت بي عندك ثقة في نفسك حاسس ان انت واثق في نفسك حاسس بامكانياتك حاسس بوجودك عارف ان انت اي حد يتمنى يعرفك فثقة في النفس مفتاح الدخول لقلب اي حد في الكون فان انت تنمي ثقتك في نفسك دي حاجة حلوة قوي لازم تشتغل عليها دايما ان انت تكون واثق في نفسك عندك ثقة في نفسك عندك حضور يعني فهميني دايما الشخص المتزبزب المتردد اللي خايف ده محدش بيبقى عايز يقرب منه البوينت كمان المهمة قوي قوي في موضوع الكاريزمة ان انت يعني تحاول ان انت ما تنتقدش الناس ما تحاولش يعني حد ما تعرفوش كويس ما تقعدش تقول له عيوب وما تقعدش تكون يعني استريكت قوي معاه لان ما فيش حد في الدنيا بيحب حد ينتقده ويقعد يقول له في عيوب وحاجات كده فخليك دايما يعني زي ما قلت ادي الناس طاقة ايجابية اديهم تفاقل اديهم حاجة يعني اديهم تفاقل طاقة ايجابية يعني يعني ما تنتقدش الناس كتير لان مش كويس راندا مش هرد عليك على فكرة فمتقفيش جنبي اصلا يا جماعة راندا جا تكلمني وانا مش هقف الفيديو لان اصلا عايزة مش شايفة قدامي بنام على النفس طيب اوكي فبليز يا جماعة يعني حاولوا ان انتو ما تكونوش شخص بدي طاقة سلبية ما تبقوش انتو منتصي الطاقة السلبية برضو نقطة تانية ان انت لازم تتعلم امتى تتكلم وامتى تسكت يعني فيه وقت ان انت تتكلم بيبقى خطر عليك فيه وقت ان انت تسكت بيبقى خطر فيه وقت لازم تسكت ووقت لازم تتكلم فيبقى عندك القدرة على ان انت تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت يعني لما يكون الناس سمعك وانتبهي لك اه اتكلم اما مثلا تلاقي الناس عملين يتكلموا مع بعضه لو انت متكلمت محاولش هسمعك فتحس انت بلا اهمية او بلا جدوى بالنسبة لهم يبقى لازم تسكت خلاص يا اكرم عرفت ان انا بحكي كتير اصبح واحد كنت تحت اسمه اكرم اكرم ولا اكرم كروم ده عمالي يقول بتحكي كتير بتحكي كتير طبع عمالك هي عصبني على فكرة و لازم تنتبه لانفعالاتك يعني انا بنفعل بسرعية تبقى شخص يعني مش سهل استيوزازة على فكرة دي حاجة مهمة قوي طيب ده الجزء الاولاني يا جماعة سننوني في الجزء التاني عشان مش عايزة تطول الفيديو بليس تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تابعوني على السوشال ميديا بتاعتي وركزوا في النقطة اللي انا قلتها واي حد سؤال عنده سؤال و بليس يا جماعة وده تحذير وانا بحذركوا تفرجوا على الفيديوهات التنمية البشرية بتاعتي يعني انا التنمية البشرية دي اهم من الابراج عارفين انا كراشا اقسم بالله الغي موضوع الابراج ده انا اخر حاجة باهتم بيها وبحبها هي الابراج يعني انا لو قلولي تهتم بايه اول حاجة تطوير الذات تانية حاجة قانون الجذب تالت حاجة علاقات اخر حاجة بهمي هي التوقعات والابراج بحبهاش اصلا ماشي؟ ماشي شكرا جدا جدا شوفكم في فيديو تاني وانتابهوا الكلام ده وعملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناة وتابعوني هنستطيع الفيديو